موسيقى الرئيس السيسي يثمنوا الجهود التي تبذلوا الحكومة الاردنية في رعاية الجاليات المصرية المتواجدة بالاردن موسيقى رئيس الوزراء يعقدوا اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس مع رئيسة البنك الاوروبي لعادة الاعمار والتنمية موسيقى مصر تدين هجوما استهدف قاضيتين في العاصمة الافغانية كابو موسيقى مجزولة مواخر الاخبار من تلفزيون النهار اهلا بكم التقى الرئيس عبد الفتح السيسي صباح اليوم مع الدكتور بشر خصونة رئيس وزراء المملكة الاردنية وذلك في اطار الزيارة الرسمية لسيادته للعاصمة الاردنية عمان وخلال اللقاء اشهد الرئيس السيسي بالعلاقات الاخوية المتينة بين مصر والاردن وما بلاغته من مستوى المتقدم خلال الفترة الاخيرة معربا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين كما ثمن الرئيس السيسي الجهود التي تبذلها الحكومة الاردنية في اطار رعاية الجاليات المصرية المتواجدة في الاردن هذا وقد شهد اللقاء استعراضا لمجمل العلاقات الثنائية بين البلدين حيث تم التأكيد على تعزيز الجوانب الاقتصادية وزيادة التبادل التجارية عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس والوزراء اكتماعا اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع رئيسة البنك الاوروبي لعدة الاعمار والتنمية نائب رئيس البنك وعدد من المسؤولين هذا وقد حضر الاجتماع وزيرة التعاون الدولية وقد عرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر لاستمرار الزخم المتنمي في علاقة مصر مع البنك لسيما خلال خطة عمل البنك للفترة من 2021-2025 واشهد رئيس الوزراء بدعم البنك المتواصل للقطع الخاصة وهو ما توليه الحكومة المصرية اهتماما كبيرة واضح مدبولي ان مصر قد اعلنت عن استراتيجية التعافي الاخضر والتي تستهدف تنفيذ مشروعات متوافقة بيئيا لسيما وان البيئة هي احدى الادوات الاساسية لتحقيق التنمية المستدامة وانتطلع لدعم البنك لتلك الاستراتيجية كما اعرب مدبولي عن ترحيب مصر لتوجه البنك نحو استكشاف الفرص في افريقيا مؤكدا وجود فرص سانحة للتعاون بين مصر والبنك في هذا المجال في ضوء الخبرات الواسعة التي تمتلكها الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات كبيرة في عدة دول بالقارة الافريقية عقد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ مباني مدارس النيل على مستوى الجمهورية بحضور وزيراء التربية والتعليم والاسكان وخلال الاجتماع كلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من اجمالي الخمس والعشرين مدرسة التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث تنتهي وزارة الاسكان حاليا من تنفيذ تسع مدارس وسيتم البدء في اربع عشرة مدرسة اخرى على الفور اعلنت وزارة الصحة والسكان عن اطلاق السبع قوافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانا في جميع التخصصات الطبية وذلك على مدار الغد وبعد الغد بمحافظات صهاج والودي الجديد والبحيرة ومطروح والمينيا وأصوان وقناء ادانت مصر باشد العبارات الهجوم الوحشي الذي وقع مؤخرا في العاصمة الافغانية كيبل والذي استهدف قاضيتين تعملان بالمحكمة العليا في كيبل واسفر عن مقتلهما واعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم عن خالص التعاز والمواسال افغانستان الصديقة واليسرتين الضحيتين وأكدت مصر وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب افغانستان الصديقة في مواجهة سلسلة الهجمات الغاشمة التي تعرضت لها البلاد مؤخرا وفي التصدي لكافة اشكال العنف والتطرف والارهاب تستضيف مدينة والغردقة الاجتماع الثاني للمسار الدستوري الليبي بين وفداء مجلسي النواب والاعلى للدولة الليبيين لمناقشة القاعدة الدستورية المستقبلية في ليبيا برعاية الامم المتحدة خلال الفترة من الثامن عشر الى الحد والعشرين من يناير القاري هذا وتتزامن الاجتماعات التي تستضيفها الغردقة مع اقتراب اعلان البعثة الاممية بليبيا عن توافق الليبيين على آلية اختيار السلطة التنفيذية الليبية الجديدة كان هذا مجازنة الاخباري لعدية ساعة تلفزيون النهار الى اللقاء موسيقى موسيقى